السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عادة اليوم من أبها الجميلة عند الوالدين اليوم وودي أتكلم اليوم عن الصحابة الأولاد في المناسبات كلنا عندنا أولاد صغار تربوا في البيوت ومقفل عليهم في الكتل الخرصانية اللي عايشين فيها وفي المجتمعات انتقلنا فيها من القرية والمجتمعات اللي كنا عايشين فيها إلى مجتمعات أخرى لا يوجد فيها تلك البيئات التي يتعلم فيها الأولاد أشياء معينة وبناء علي كل الخبرات اللي انتوقعها يكتسبونها الأولاد لن تجدها موجودة عندهم في الوقت الحالي لذلك أنا أرى أنه عشان الأولاد يكتسبون لباقة الكلام حسن الاستقبال حسن الرفادة حسن الوفادة كيف يستقبل الناس كيف يتفعل مع الناس كيف يسولف مع الناس متى يتكلم متى يسكت فأين يضع حتى حذاء أين يجلس في المجلس كيف يخدم كبار السن كل هذه الذكاء الاجتماعي اللي حاصل لن يأتي لله لستطحاب أولادك معك ولذلك عندك عزومة خذهم معاك عندك ضيافة خذهم معاك أنت مضيف خذهم معاك أنت رحت عند زبلك تصور في الليل خذهم معاك إيش المشكلة خلهم يستفيدون من العلاقات الاجتماعية يعرف كيف يكون علاقات الاجتماعية إذا أنا جبت عيالي وزميلي جاب عياله وهذا جاب عياله هذا يعلّم هذا وهذا يعلّم هذا وهذا يعلّم هذا ويصير إيش نتناقل العلم الغير مدروس الذكاء الاجتماعي عن طريق الحضور مثل هذه المناسبات وش المانع لو خلتهم انتم مسؤول اشياء ولقاهوا يا عيال انتم مسؤول على الطبخ يا عيال انتم مسؤول على التنظيم يا عيال يلا معنا سكت بلو تعالوا لعبوا معنا تحسسوا منصاره كبار تحسسوا منه يش يتعلمون اشياء كدر جدا يكسبون ثقة في انفسهم اذا طلعوا برا ما حد يضحك عليهم يحسون انهم فعلا في مجتمع مترابط ان كبار السن هذا هم زينة ما حن جاي من كوكب وكبار السن جاي من كوكب اخر كل هذه الاشياء ودي ان نركز عليها في محاولة ان اولادنا يكتسبون المهارات والذكاء الاجتماعي في التواصل ان هذه الاشياء لا تدرس ما نبغى الولد يطلع يضحك عليها اي واحد قعد عمره 40 سنة ما طلع ولا حتى انهم يكرهون حضور المجال لانهم ما تعودوا على سوالف اعطاء الاشجينة الذكاء الاجتماعي في ادارة سالفة كيف تدخل مع الناس في هواياتهم فيما يحبون اشياء كثيرة جدا تقصنا لا تستهلوا من هذا العلم هذا العلم والقدرة الكلامية وقدرة المواقف تراها تكسبوا بعدين بيزنس تكسبوا ان يعرف ياخذ حقه في العمل كيف ياخذ حقه في المدرسة كيف ياخذ حقه في التجارة كيف يقدر يكسب الناس كيف يمكن يكرم كيف يمكن يضيف كيف يمكن يعرف ان هذا وضع صعب كيف ينساعدوا كيف يقدم للاخرين كيف يعلمهم كيف يحسن المجتمع حتى يحسوا انه ايش فرد من افراد هذا المجتمع ولذلك انا اقول نصيحة الكل اب والكل ام خذوا بناتكم خذوا اولادكم اذا قد فيه مجتمعات عامة او زواجات او شي وعلموهم ترى بعض الاشياء تنظروني تعلم ما بيتعلم لازم انت تقول كده صلى كده انتبه من كده صلى كده عان الله وياكم جزاكم الله خير وشكرا لكم اشتركوا في القناة